اشتركوا في القناة ومناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها وعبر الرئيس القائد في البرقية عن خاصة تهانيه لجلالة الملكة مورغرات بهذه المناسبة وتمنيته لها بموفور الصحة والعافية وللشعب الدنماركي الصديق مزيدا من التقدم والازدهار استعرض اللواء احمد بن بريك نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي خلال اجتماع هيئة رئاسة المجلس اليوم الثلاثاء تطورات العملية السياسية وجهود الوسطاء الاقليميين والدوليين لانهاء الحرب واحلال السلام ونبه الى المنوط بالمجلس الانتقالي الجنوبي في رسم خارطة العملية السياسية والاطار التفاوضي الخاص بقضية الجنوب الاجتماع تطرق الى الوضع الاقتصادي المنهار في البلاد مشيرا على ان استمرار الجمود السائد في مؤسستي الرئاسة والحكومة تجاه الوضع الرأهن وغياب اي معالجات فعلية سيؤدي لتلاشي ما تبقى من مؤسسات الدولة وقفت الهيئة التنفيذية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة شبوة امام الاوضاع الامنية في المحافظة وسير حملة منع السلاح لقوة دفاع شبوة في مدينة عطق ودعت في اجتماعها اليوم الثلاثة الى مزيد من اليقاظة الامنية ومحاربة الجريمة مثمنتا صمود ابناء شبوة والقوات المسلحة الجنوبية ضد ميليشيات الحوثي والاخوان الارهابية والتصدي لمحاولات قصف القوات الجنوبية بالطائرات المسيرة اطلع رئيس تنفيذية انتقالي محافظة ابيان محمد الشقية اليوم الثلاثة على سير اعمال لجنة تحضيرها لمؤتمر شباب ابيان وذلك خلال لقائه اليوم رئيس علي الدرب الشقيط طلع من الدرب كذلك على نتائج زيارات اللجنة الى المنطقة الوسطى ولقائتها مع السلطات المحلية والشبابية والشخصيات الاجتماعية لشرح برامج المؤتمر واهميته لشريحة شباب المحافظة نهاية الحصاد لهذا اليوم الى اللقاء